الله عليه وعلى أصحابه الكرام أفضل صلاة وتم تسليم سيكون هناك إلحاق بالدرسين السابقين حتى نستطيع أن ننهي المنهج فاضطررت إلى شرح درس ثالث في هذا اليوم حتى نستطيع أن ننهي سورة الإسراء يوم الخميس إن شاء الله فأرجو الانتباه نقرأ الآيات بداية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يقول الله سبحانه وتعالى في بداية الآيات آمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة قال ابن جرير وهو ما أنزل عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بها ليحضروا بأس الله سبحانه وتعالى وقولوا وجادلهم بالتي هي أحسن أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدان فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب كما قال ولا تجاجل أهل الكتاب إلا باللاته أحسن إلا الذين ظلموا منهم فأمره الله سبحانه وتعالى باللين الجانب باللين الجانب كما أمر موسى وهارون عليه السلام حين بعثهما إلى من؟ إلى فرعون الطاغية فقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى وقوله إن ربك هو أعلم من ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أي قد علم الشقية منهم والسعيد وكتب ذلك عنده وفرغ منه فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ظل منهم حسرات فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذير عليك البلاغ وعلينا الحساب إنك لا تهدي من أحببت وقال أيضا وليس عليك هداهم فما كان الرفق واللين في شيء إلا ماذا إلا زانة وما كانت الشدة والقسرة في شيء إلا شانتها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولا إن صبرتم له وخير للصابرين هنا يأمر الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالعدل في الاقتصاص والمماثلة في استفاء الحق كما قال عبد الرازق عن ابن سيرين رحمهم الله أنه قال في قوله تعالى فعاقبوا بمثل ما عقبتم أي إن أخذ منكم رجل شيئا فخذوا منه مثله فلا بد من المماثلة في الأخذ ولا يجوز المغالاة والطغيان الظلم الزائد في هذه الأمور وهذا يعني ورد كثيرا في القرآن الكريم من هذه الآية التي اشتبت على مشروعية العدل والندب إلى الفضل كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ثم قال فمن عفى وأصلح فأجروا على الله وقال أيضا والجروح قصاص ثم قال فمن تصدق به فهو كفارد الله وقال في هذه الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ثم قال ولئن صبرتم لا وخير للصابرين فالإنسان يعني يأخذ بالمثل أو يصبر ويحتسب الأجعال لله سبحانه وتعالى لما فيه من الفضل العظيم واصبر وما صبرك إلا بالله هذا تأكيد للأمر بالصبر وإخبروا بأن ذلك إنما ينال بمشاعة الله وإعانته وحوله وقوته ثم قال ولا تحزن عليهم أي من على من خالفك لا تحزن عليهم فإن الله قدر ذلك ولا تكو في ضيق أي في غنب وهم مما يمكرون أو مما يجدون أنفسهم به في عداوتك وإيصال الشر إليك فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم وغالبك عليهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي معهم بتأييده ونصره ومعونته وهذه معية خاصة للذين اتقوا وتركوا ما نهى الله سبحانه وتعالى واعتمروا بما أمر الله سبحانه وتعالى الذين هم محسنون فعلوا الطاعات واتقوا تركوا المحرمات فهؤلاء يحفظهم الله ويكلأهم بنصرهم ويؤيدهم ويضفرهم على أعدائهم ومخالفيهم هذا ما يخص الآيات في هذا الدرس الثالث الملحق بالدرسين الماضيين الكلمة ومعناها بالحكمة أي بالطريق الحكيم التي أوحاها الله إليك التي يحسن بأحسن الطرق الطرق المجادلة من الرفق واللي يمكرون يكيدون من أساليب الدعوة في هذه الآيات في أسفل الصفحة هي الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ماذا يجب على الدعاء اتجاه المدعوين إقناع الناس قد لا يتيسر أحيانا لكن الذي على الدعاء البيان يبين ويوضح والله الذي يهدي من يشاء ولا بد من الرفق واللي وحسن الخطاب معهم لعلى الله سبحانه وتعالى ماذا يهدي بعض الناس على يدك هالعقوبة بالمثل أفضل أم الصبر والعفو نقول العقوبة بالمثل يعني الإنسان يأخذ حقه بالمثل لكن الصبر والعفو أفضل لما عند الله سبحانه وتعالى من خير لمن صبر واحتسب وابتغى ثواب الله لأن الله يعوضه من الذي أراد أن يناله بانتقام من ظالمه على ظلمه إياه فالصبر والعفو أفضل واحتساب اللجنة عند الله سبحانه وتعالى أفضل